النهاردة أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 387 حالة جديدة ثابتة إيجابية تحاليلها للفيروس من بينهم مواطن أجنبي بالإضافة إلى أنه في 85 من المصابين مثلوا للشفاء ووجود 17 حالة وفاة جديدة رحمة الله عليهم وخالص التعازي لأسارهم الكريمة إجمالي الحالات اللي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى السلبية 2314 من بينهم 1815 اللي تعافوا وإجمالي حالات الإصابات 7588 إجمالي حالات الوفاة 469 7588 وبالأعداد اللي احنا بنشوفها النهاردة كل يوم النهاردة 387 مبارح 388 يعني هنقصر الثمنتلاف يمكن في 24 ساعة على الأكثر 48 ساعة هل الأعداد الزيادة مؤلئة؟ الحقيقة أنه وفقا لتقديرات كل المتخصصين أنه الكيرف ماشي وفقا للمتوقعات وفقا للمتوقع أو للتوقعات وإنما عايز أقف مع حضراتكم عند الحصر اللي اتعمل على إحدى المواقع بشأن أعداد الإصابات وفقا لكل قارة لو جينا بصينا هنلاقي أنه طبعا بنتكلم النهاردة على 387 حالة والإجمالي 7500 وشوية في العالم كله ما بقاش الخوف من اكتشاف المصابين من الأعداد بخصوص الإصابات إنما بالنسبة للكيرف هل مستقر ولا في زيادة؟ ده من جهة ومن جهة أخرى عدد حالات الوفاء عشان كده المشكلة في الوقت المتحدة الأمريكية على سبيل المثال مش في العداد الضخمة اللي اكتشف إصابتهم بفيروس كورونا بقدر ما العبء الأكبر هو أعداد الوفيات الكبيرة جدا ولكن هتيجوا تلاقوا بالنسبة والتناسب أعداد الفحصات اللي بتتم في هذه الدول هي اللي بتخليهم يوصلوا للإصابات وبالتالي حاول يبدأوا يتعاملوا مع المصابين وبيبقى فيه نسب طيبة من الشفاء خليني أعمل أبضيت سريعا لموقع ويلدوميتر النهاردة على مستوى العالم وصل الرقم لـ 3.846.147 إصابة ده على مستوى العالم أعتقد أنه في أقل من 48 ساعة الرقم هيكسر الأربعة مليون حالات الوفاء على مستوى العالم 263.428 أما حالات التعافي 287.590 لما بنجي بص على القيمة هتلاقوا أن أعلى أعداد إصابات طبعا موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني من 3.800.000 في منهم 1.256.000 وكسور ده أعداد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية جميل؟ طيب لو جينا بصينا على طبعا ده أصاده أنه أمريكا عاملة حوالي دخل على 8 مليون فحص نهاردة 7.900.000 وشوية لو جينا بصينا على القرات على مستوى القرات ده بصوا حضراتكم هتلاقوا في total cases بعديها بقى القيمة بس مش بينة كلها للآخر هتلاقوا أعداد الفحصات اللي تمت أيوة أهو 7 مليون لوالعمود قبل الأخير تحتيها إيطاليا عاملة دخلة على 2 مليون فحص بعديها إسبانيا دخلة على 2.5 مليون وهكذا أقلهم ممكن في عدد الفحصات المملكة المتحدة بريطانيا مليون ومئة ألف بس أصادها في أعداد إصابات كتير وفي عدد وفيات كتير بصوا حضراتكم على أعداد الوفيات النهاردة في الولايات المتحدة الأمريكية 1822 قبل ختم الحلقة إن شاء الله نفتكر هنبص على الرقم ده في الغالب هتلاقوه كسر الألفين وده اللي بيحصل تقريبا بشكل يومي في أمريكا على مدار الفترة القليلة الماضية الملفت إنه أسبانيا وإيطاليا بدأت فيهم أعداد الوفيات اليومية معدلاتها تنخفض المملكة المتحدة كانت أعداد الوفيات اليومية انخفضت بعض الشيء وده اللي دفع بوريس جونسون الأسبوع الماضي يدعي إنه بدأ السيطرة على الفيروس لكن تاني يوم على طور ارتفعت الأرقام مرة تانية ورجعت لمعدلات الستمية والسبعمية بالنسبة للقارات من بقى إجمالي لتلاتة مليون وثمانمائة ألف عندنا في أفريقيا إجمالي عدد الإصابات سبعة واربعين ألف مية أربعة وعشرين بالنسبة لأسيا إجمالي الإصابات فيها خمسمية سبعة وستين ألف تمنمية اتنين وستين بالنسبة لأمريكا مليون خمسمية وثمانمائة ألف الأعداد دي أو الأرقام دي لحد من أربع أيام اللي هتلاقوها زادت دلوقتي وفقا للأعداد الجديدة بالنسبة لأوروبا حوالي مليون ربعمية وستة ألف تلتمية خمسة وتمانين الأعداد الأكبر في أمريكا وفي أوروبا سواء من حيث أعداد الإصابات أو من حيث أعداد الوفيات وبالتالي لو احنا بنتكلم هنا على الأعداد اللي بتزيد عندنا آه هو مؤشر بالنسبة لنا ما كناش نتمنى كنا نتمنى أن الأرقام تبقى إما في نفس المشتوى لأنه استقرار رقم أو انخفاضه بمعدلات بشكل يومي ده كان يبقى مؤشر طيب أنه في نوع من السيطرة على انتشار الفيروس لكن طبعا في ضوء أنه بعض الناس مع الخنقة اللي بقت حطة نفسها فيها أنها في حظر وشح فيه وحيزة تخرجها وكلام ده كله يعني الأيام اللي فاتت بعض الناس بدأت تخرج وتتعامل وكأنه ما فيش كورونا ده اللي خلانا نشوف أعداد زيادة على مدار الأسبوعين اللي فاتوا وبالتالي لو هنا بنتكلم على إجراءات مصر بتبحثها الآن لتقليل بعض الإجراءات اللي هي علاقة بغلق بعض القطاعات أو ساعات الحظر أنه الموضوع بينظر أعتقد أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار ولو تم اتخاذ قرار إما بالتخفيف أو التغليض خلي بالحضراتكم ده متغير كل العالم بيدرسه يعني النهاردة عدد من الدول الأوروبية بدأت تاخد إجراءات أنها ترجع الحياة لشكلها شبه طبيعي مرة تانية ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولو زادت الأعداد مرة تانية هيفرضوا إجراءات حظر أخرى وغلق مرة تانية اشتركوا في القناة